بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من الشبتر الثاني الانتليجنت ايجنت او الوكيل الذكي الان لم يتكلم على الايجنت احنا اتفقنا انه الايجنت بيكون بيعمل على و هنا تكلمنا عن الايجنت لازم يكون اللي مكلم على رسول الإجنت لازم استشعر البيئة والاكشن الذي ياندي وثيرات وبالتالي ان في عندي الميجارز اربع شغلات عشان عشان هتكون والله في عندي البرفورمانس ميجر وفي عندي البرير نوليج والاكشنز والبريسيبت سيكونز اللي موجودة عندي وبعدان عليها أنا بقيم فعليا الرشنل وتكلمنا التوماسيت تتبعت الرشن الاجانت وتكلمنا عن الفرق بينه وبين الامرسين تلاتة ايجانت الاخرين الان بدنا نتكلم ان شاء الله عن البيئة اكثر ما متكلم عن الاجانت نفسه الاجانت هو اي شيء ما عرفناه اي شيء ما يرى كم تحرم الاجانتها وهذه محل الجزئية الحضرت اليوم او التزياد التالي تسرع السنسور والاكتنج على الاجانتها لاحظوا اكتنج على الاجانتها يعني هو الان بيقرأ بيعمل بريسيفينج بتعرف على الاستيت تبعت الانفيرومنت من خلال السنسورز وبتصرف تبع من خلال الاكتويتر الاكتويتر بناء على الاستيت اللي موجودة عندها المجدد التالي لديه ايجانت لا يمكن افترع في كل مجدد بعد ذلك كل مجدد يدد ايجانت كل مجدد من خلال الاجانت بأثر في تصميم الاجent program لإلها أنا بنفعش أنا أروح أجيب والله أعمل ايجنت عشان ينظف وهو فعليا فقط عشان معمول عشان والله يفتح لباب أو ما شابه المشكلة أحياناً بطلق عليها هي عبارة عن المشكلة تبعتنا وبالتالي احنا بنقول ان دائماً مشكلتنا في البيئة وبدنا نوجد ايجنت يحللنا مشاكل في البيئة اللي احنا بنعيشها البيئة وسخة بدنا ايجنت ينظفها البيئة فيها ثمر كتير او فيها شغلات بدنا فيها ثمر مبعثر او فيها عنده شغلات موزعة معناته بدنا حدا يجمع لي اياهم او حدا يلومهم فهذا من خلال البيئة تظهر المشكلة والرشونال ايجنت بيجي عبارة عن السليوشن لمشكلة البيئة اللي موجودة عندنا تحديد البيئة اللي انا بتكلم عليها اندزايننج ايجنت اول خطوة في تصميم الايجنت مست بيسبسيفاي تاسك انفيرومنت بشكل دقيق قدر المستطاع ليش؟ لانه هذا عامل اساسي في نجاح الايجنت اذا انا حددت البيئة بشكل دقيق ومع واصفاتها وحالاتها للمعناته انا باقدر اعمل ايجنت كون قادر على العمل في البيئة اللي موجودة عندنا ربعا في عنا شغلة احنا بما انه البيئة هي بتمثل البروبلم البروبلم اسبسيفكيشن او بطلق زي ما بطلق عليها البيس بيرفورمانس ميجر انا لازم يكون في عندي بيرفورمانس ميجر انفيرومنت و اكتيويترز و سنتر و سنسورز بدون هدول العناصر الاربعة ما باقدر اتكلم على راشنال ايجنت ليش؟ بدون انفيرومنت انا ما عنديش مشكلة وبالتالي ما بقدر اعمل ديزاين لأيجنت يشتغل بشكل صحيح ولو عملت الاجنت الاجنت هاده بلازم دو سنسورز عشان يعمل الانفيرومنت يتعرف على حالة الانفيرومنت من خلاله ولازم يكون فيه اكتشويتر عشان يقدر ياخد الاكشنز في البيئة هادي ولازم يكون في عندي بيرفورمانس ميجر عشان اقول والله هانا اراشنال ولا اراشنال ايجنت الانفيرومنت لأيجنت الانفيرومنت هادو العناصر او البيس هادول هي عبارة عن العناصر او اعدادات الاجنت لما انا بدي اعمل له ديزاين طبعا ممكن احنا الاتوميتيد تاكسي لو انا بدي اتكلم على التاكسي درايفر هادو مثال على الاسباسيفك انفيرومنت انا بدي اعمل سيارة ذكية او السيارة اوتودرايفين كار اوتوميتيد تاكسي درايفر الان البرفورمانس ميجر تبعتي عشان احددها في عندي السيفتي الفاست الليجل كومفورتابل مريح تريب وماكسي بايز بروفيت ويزيد للارباح تبعتي الانفيرومنت الطرق الاثر الترافيك البديسترينز المشاى الموجودين عندي هان والزبائن مش هاي البيت لكلهم العناصر مع بعضهم الطريقة واشارات المرور والمشاى والركاب الموجودين عندي او الزبائن الموجودين عندي في السيارة هادول بتمثل البيئة تبعتي الاكتويتر عشان اقدر اواتي السيارة الاكسيلاريتر عشان اوقف السرعة او ازيد اتحكم في سرعة السيارة البريك المكابح الاشارات الاضواي الهورن البوق عشان تدي كلاكس او تزمر للناس الموجودين في المعقلين في الطريق والديسبلي والشاشة عشان تعرض لوين احنا وصلنا ايش السنسورز اللي موجودين عندي الكاميرا والسونر عشان المجسات يعرف قديش المسافات بينه وبين الانسان او بين الاجسام الموجودة عندي سبيد ميتر الجي بي اس او اودوميتر الاكسيلروميتر الانجين سنسورز الكيبورد عشان الزبون او ممكن تكون المايك اذا بدي اخذ والله بدي اتلقى من الزبون وين هو بدي يروح اما بالصوت او من كتابة هذا الان الوصف هذا عبارة عن وصف لبيئة متكاملة انا بقى من خلالها بقى اقدر اصمم ايجنت وهذا تصميم الايجنت معانته كل العناصر هذه تكون موجودة هدول العناصر الثلاثة الاخيرة الانفايرومنت والاكتويتر والسنسورز الان يا جماعة الخير هذه العناصر لاحظوا انا بتكلم على تاكسي درايفر بتكلمش على اوتو درايفين كار يعني انا الان بتكلمش عن السيارة بتكلم عن السائق الالي تبع السيارة عشان هيك ما حد بتقول ليش بده عجلات تمام؟ لانه هاد العجلات من تركيبة السيارة اللي موجودة عندي هان لكن هاد كل الشغلات الدرايفر هذا لازم يكون في عنده تحكم في توجيه السيارة تحكم في سرعتها تحكم في المكابح بتحكم في الاشارات تحكم في البوق وتحكم في شاشة العرض اللي موجودة عندنا الانفايرومنت وكل واحد فيه اللي ضده فولي ابزيرفابل مقابل هالبارشالي ابزيرفابل فولي ابزيرفابل مراقب او مقروء او ما شاء مراقب هي الافضل الفولي ابزيرفابل لانه الاجانت سينسور give its access طبعا من فول نفس المعنى فولي ابزيرفابل معناته انا بتكلم على بيئة قادر فيها الاجانت على قراءة الحالة كاملة تبعت الانفايرومنت في كل فترة زمنية طبعا البارشالي ابزيرفابل معناته انا بتكلم انه الاجانت بيقدر يقرأ على جزء من الاستيت تمام او بيقدر يقرأ كل الاستيت لكن في فترات زمنية مختلفة مش في كل فترة زمنية البيئة الثانية المحددة محددة يعني معروفة مسبقا وعكسها الاستاكستيك الحالة التالية الانفايرومنت مختلفة مختلفة با الانفايرومنت يعني الانفايرومنت مختلفة الانفايرومنت مختلفة 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 تبعت الاجانت بديو يعمل ثق بديو يعمل شفط الانفايرومنت بتصير مختلفة 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 بعد ما عملية انتهيت من عملية للمربع هذا اتفجأت ان المنطقة مختلفة زي ما قلنا قبل شوية انه فعليا الـ deterministic لابتكون لابتكون انا في عندي ايجنت واحدة اللي بلعب في المنطقة لكن اكتر من ايجنت معناته انا غالباً بتكلم على deterministic episodic or sequential هي عبارة عن حلقات ولا عن متتالية The agent experience is divided into atomic episodic عبارة عن مقصة الخبرة الـ agent هي عبارة عن مجموعة من الحلقات المستقلة نعم and choose the action in each episode depends on the only episodes itself يعني بناء انا على الحالة انا باخد الـ action وهذه الحالات غير مرتبطة مع بعضها وبالتالي عكسة تماما اللي هي sequential انه انا كل حالة بتسلمني للحالة التانية وبتأثر في الحالة اللي بعدها static ولا dynamic environment اللي اذا كانت والله static ما بتتغيرش تشقل تمام طالما بتتغيرش اثناء انه الـ agent عماله قاعد بحاكي او بعالج او بيشتغل في الـ area هاي dynamic عكسها انه فعالين البيئة بتتغير الـ state تبعتها اثناء عمل الـ agent اللي موجود semi dynamic انه الـ environment does not change with the passage of time يعني في المرحلة الحالية ما بتغيرش لكن بعديها ممكن تتغير الـ agent performance score ممكن تتغير على نتيجة الـ element او الـ النتيجة تبعت الـ performance تبعت الـ agent الموجود عندها discrete ولا continuous الـ environment تبعت الـ نتيجة الـ نتيجة الـ نتيجة الـ نتيجة الـ نتيجة الـ نتيجة الـ الآن اللي بقول انه لو كانت البيئة تباعتي فيها مجموعة او عدد عدد معين من المستشعرات ثابت والـ نتيجة الـ والحالات هذي بسميها discrete لكن العدد هذا طبعا الفيكس نمبر مختلف لكن لو كانت العكس دي معنى انه ممكن الاستشعارات تعتمد على بعضها والـ تعتمد على بعضها معتونا بتكلم على continuous environment الـ time also evolve in a discrete or continuous fashion وطبعا ممكن الزمن كمان يتدخل ويعامل الوقت يكون ويؤثر فيه انه والله انا بتكلم على الـ discrete environment ولا continuous environment single agent ولا multiple agent لما يكون في عندي المجموعة الـ agent اللي تعمل في المنطقة هاي في الـ environment هاي known ولا unknown هل في عندي rules هل الـ agent بيعرف rules تبعك الـ environment ولا الـ environment هذي بالنسبة له جديدة بالكامل الآن في الـ different environment هذي مجموعة من الأمثلة اللي موجودة عندنا هك تعالين يجي ناخد نسيبنا من موضوع الألعاب يجي ما اقوم بمثال السيارة على السرين الـ observable تمام احنا نقولنا الان هاي مجموعة البيئات او العناصر اللي موجودة عندي في البيئة انا طبعا انا بتكلم على نون الـ environment وهذا هو الأهم بالنسبة لنا دائما في الـ environment انا ما بقدر اقيم الـ او الـ performance تبع الـ agent وبالتالي انا بتكلم على نون تعالي نشوف في حالة الـ taxi driving الـ driver agent هل الان البيئة هادي observable هل انا شايف فعليا الـ agent شايف الان كل state الان لا ليش؟ لانه على الاقل الـ location تبعتها هتختلف current point والtarget point انا وين موجوده وين بدي اروح هذا الاختلاف معناته انا مش شايف كل المنطقة اللي موجود عليه وبالتالي انا من ناحية observability بتكلم على بارشلي طيب deterministic ولا stochistic stochistic ليش؟ لانه انا فعليا في عندي عوامل تانية بتأثر في الطريق والله صار في حفرة في الشارع البلدية عمالهم صحي وبقعدين بردموا الحفرة اللي في الطريق السيارة اللي قدامي عطلت السيارة اللي في عندي واحد او انسان قطع طريق المشام الى اخره وبالتالي الـ environment تبعت هاي فيها multiple agent وبالتالي هي stochastic episode episode ولا sequential؟ لا sequential تتابعي لانه الاستيت الحالية تترتب عليها الاستيت السابقة انا بنطلق من مفترق الشجاعية بدي اروح اصل لمستشفى القدس في تل الهوام معناته انا كل نقطة تمام؟ او كل استيت الاصل بدها توصلني للستيت التالية وبالتالي هي عبارة عن sequential statistic ولا dynamic؟ لا dynamic لانه البيئة عمالها بتتغير بحسب الناس اللي موجود عندها discrete ولا continuous؟ لا continuous لانه الـ environment ما زالت تتفاعل بشكل كويس والستيت تبعتها تتغير التغير بلايرز اللي موجودة عندي هان لكن في المقابل بيجي بقول لي تعالي والله الـ game هادي تبعت الـ الـ word jumble solver انه الان نرتب الكلمات اللي موجودة عندنا هان الان observable fully observable deterministic deterministic لانه معروفة وما فيش فيها لغير agent واحد وبالتالي التأثيرها معروفة اللي هي ترتيب الكلمات هو العامل الوحيد او ترتيب الحروف هو العامل الوحيد اللي انا بدي انتبه له عشان ارتب الكلمات الموجودة يعني لا عدد الحروف حيزيد ولا الترتيب حيتغير الى اخرين episodic كل كلمة مستقلة عن الكلمة التي تليها ما فيش بينهم تتابع مطلقا static static ديسكريت ديسكريت كم ايجنت؟ وان ايجنت بالنسبة للشطرنج الان وذي كلوك طبعا هي كل كلك عشان ايش يقول انا في عندي ضغطة ان عاملت لفلان عشان يعد عدد الخطوات فولي فولي اوبزيرفابل من ناحا deterministic strategic ايش اتفقنا في الاستراتيجكة ايش جامعة الخير هان احنا على السريع قلنا انه environment deterministic accept the action for the actions of other agents وبالتالي هان يعني احنا قلنا المفروض deterministic ولا statistic وبالتالي انا عندي هان في الشطرنج بقول عنها strategic لانه انا بتكلم على two agents انا واللاعب اللي قبالي وبالتالي فقط two agents وانا خطواتي دائما بتنبنى على خطوات الاجنت السابق وبالتالي هي عبارة عن sequential من ناحاة episodic semi dynamic يعني مش static كمان ليش لانه بتحكم فيها لاعب تالي discrete نعم multiple agents لانه هما بتكلم على two agents هالي برضو كذلك مجموعة من الامثلة ممكن ترجعو لها سواء كانت في السلايد او في الكتاب وتتعرفوا على different environment الموجود بدي اروح ننتقل لاخر جزئية اللي هي العلاقة بالstructure of the agent احنا قلنا سابقا وهذا السلايد تقريبا مرت نصها ونصها سابعتها سابقا علينا انه عشان تكلم على الاجنت الجبل of AI مهمة الذكاء الاصطناعي designing an agent program مهمتي تصميم agent program that implement agent function تمام اللي هي بتعمل mapping from the precepts to actions هذا كلام احنا متلثقين عليه الجديدة انه انا فعليا مهمتي في الدكاء الاصطناعي فقط انه اروح اعمل design agent program لانه implementation يا جماعة الخير انا كبروغرامر او ك data scientist او ك developer مش شغلتي ليش لانه انا بلزمني زي ما قلنا قبل شوي بلزمني architecture بلزمني computer engineer بلزمني computer mechanical engineer بلزمني electrical engineer كلهم هدول اجتمعوا معي عشان يعملونه ال agent اللي انا بدي اشغله تمام انا بكون شغال على البروغرام وبالتالي البروغرام هي عبارة عن مجموعة من ال input وال output الاركتكتشوه 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 فعليا عليه الحساسات الاركتكتشوه الاركتكتشوه عليه الحساسات طب كل حساس فيه الو output معين انا بدي اخد ال output as input للبروغرام تابعي اعمل analysis واتعرف على الاستيت واروح اشغل الاكتويتر تمام عشان اقدر اخد اكشن لمن الانفيرومنت اللي موجودة عندي the agent program will run some sort of computing device with physical sensors and actuator بدي تشغل على مجموعة من على computer computing device كمبيوتنگ device زي ما قلنا الروبوت اي ماشين لكن هاد الديفايس بدي يحتوي على physical sensors and physical actuator وهذا بسميه الاركتكتشوه معناته البروغرام has to be one of the appropriate for the architecture لازم البرنامج يتناسب مع الاركتكتشوه وبهيك اكون انا حصلت على الاجنت اللي موجودة وبالتالي اذا والله البرنامج البرنامج تابعي بده يوصي او بده يكون بده ياخد اكشن على انه بده يمشي معناته لازم يكون الاركتكتشوه يكون له لج او يكون له عجلات عشان يقدر يش يمشي الاجنت بروغرام اللي زي ما قلنا معناته انا بدي انفذ الاجنت فانكشن بحيث ان انا استقبل او اعمل البرسيبشن للنفايرومنت او اروح ااخد اكشنز بناء انا عليهم وبالتالي الاجنت انا بشكل عام لما بدي اصمن فيه الو سكيلتون that take current precept الستيلات الحالي يتعرف عليه واند retains طبعا ال current precept من خلال عفوا من خلال السنسور ورتين الاكشنز من خلال الاكتشويتر if the agent actions need to depend on entire معناته الاجنت لازم يتذكر البرسيبش اذا كان عفوا اذا كان والله ال previous sequence بتهني عشان اخد قرار في ال next step معناته لازم انا اتذكر ويكون في عندي قدرة للتخزين العناصر السكيلتون هاده بشكل عام هايو driven agent return action resist persistent بايش بديو اتذكر البرسيبش انيشي الامتي 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 تابل طبعا في عندي البرسيبط طبعا هي عبارة عن سيكوانس وفاضية الاستشعارات والتابل تبعي الامتي تابل الامتي تابل اكشين على ال البرسيبت البرسيبت اللي موجود عندي تمام وبناء عليه باخد الامتي وهدي هي الجنرال سكيلتون عادة اللي بتكون معايا الامتي تابل انا في عندي اربع انواع مختلفة للتابل طبعا هنحلزمني اني ارجع للكتاب معاهم عشان ايش نتعرف عليهم بشكل سريع الSimple Reflect Agent الموديل بيزد رفليكس ايجنط والتابل بيزد ايجنط نبدأ مع الاجنط الاول الSimple Reflect Agent معناته select action طبعا من اسمه simple هو reflex اللي هي العكاس simple معناته زي ما قلنا من اسمه select action based on current precepts بناء على استشعار الحالي او الفهم الحالي ignoring all the best precepts انا انتبع للحالة الحالية بقى اشتغل المنطقة وسخة بنظفها كانت وسخة كانت نظيفة ما بيعنينيش وسخة بقى نظيفة غير هيك لا وبالتالي الاركتكتشر تبعتي ايو باخد من السنسور what would the world is like now يعني هي ال current state حاليا ال connection او ال condition action rules او بسميها ال connection احنا احيانا تعفوا what action should do now بناء على ال state اللي موجودة والactuator الاكتشويتر بتصرر وهذه الصورة العامة للموجودة simple agent returns an action resistant بديو تذكر ال rules set of conditions اللي هي هادي لازم بتذكرها ال state interpret the input بيقرأها rule match صارت state وال rule عشان انا اخد rule وال rule بروح بابني عليه ال action اللي موجودة عندي هاني طيب عشان انا اقدر عفوا هي المعلومات كلها اللي كانت سابقة كانت كافية ان شاء الله للشرح بس الان فيه هنا في السمبل reflex agent هادي ال rule معنى هانا نشوف فعليا احنا شكل ال rule تبعتنا ممكن نسميها condition rules action وممكن نسميها situation او production او كلها متسميات بتأدي نفس الغرض لكن كيف شكلها if the card in front is breaking then initiate breaking اذا كان في امامها اي حاجز او اي معيق معناته لازم انتش فعل المكابح اللي موجودة امامنا الشغلة التانية اللي بدنا اياها هان السمبل reflex agent have the admirable property of being simple الهدف تابع المطلوب طبيعته سهل but they turn out to be limited intelligence بما انه انا قاعد بقى اتكلم هان انه والله انه انا في عندي مجموعة ال rules وبدو يشتغل عليها وما بدوشش يفكر بغيرها او ما بدوشش يتعلم معناته انصار في عندي limited للintelligence وهذا ابطء يعني خلنا نقول ذكاء محدود اذا بدنا بدنا نسميه the agent work if the correct if the correct can be made on the basis the state في حال اذا كان والله انا متعرف تماما على البيئة اللي موجودة عندي هان لانه في الديوغرام السابق هالهو هان احنا اتفقنا قلنا والله انا الان الاجنت تبعي هذا بعد ما قرأت السنسور انا سألت نفسي شو وضع البيئة تبعتي حاليا يعني اتعرفت على ال full state تبعتها فانا خدت ال state هادي و جيت هان what is the action بناءا على ال state the condition اذا كان كذا 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 لانه افذن وبناءا عليه انا قاعد بقى اتكلم انه والله انه هذا هو الاقل ذكاء وبيعتمد على fully observable environment هذا الاجنت او ال simple reflex agent في عندي ال model based agent لكن قبل ما اتكلم على ال model based agent يا جماعة الخير انا بتكلم على ال model لما بكون في عندي شغلة بتحت الهانوليج او في عندي معرفة موجودة مسبقا تمام او في عندي تخزين لمعلومات مسبقة هذا النموذج النموذج لا يكون الا في وجود مبني على شيء سابق وبالتالي انا بتكلم على ال model based من تينز انترنال استيت ذات كيب تراك او اسبكت لاحظوا كيب تراكت مع ما تلازم كونيش فيها ريم رمبر او اسبكت او دا انفيرومنت متطلبات او محددات البيئة من تينز انترنال استيت بحافظ على الحالة الداخلية او بتذكر الحالة الداخلية لمعطيات البيئة ذات كنط كارينتلي كارينتلي ابزارد يعني بحتفظ بالشغلات اللي انا مش قادر اشوفها حاليا ليش مش قادر اشوفها حاليا هي كانت واختفت هي كانت واختفت تغيرت البيئة ومن ثم ايش عفوا تغيرت البيئة او صار في عندك اي شغلة اثرت في البيئة وبالتالي الحالة السابقة انا لازم احتفظ فيها وبالتالي هانا الموديل هذا او الايجنت هذا بعد ما بستشعر البيئة انا لازم اتعرف على الاستيب وكيف تطور العالم او كيف تتغيرت البيئة ووات ماي اكشن تدو ايش الاكشن هاده ممكن تساوي هاده كله ياته بتحدد شو طبيعة البيئة الان وبنتقل بعد هيك للكونديشن او عشان احدد ايش الاكشن وبنفذها من خلال الاكتشويتر والسكيلوتين تبعتي تمان زي ما احنا متفقين الاستشعار او الفهم البيئة فهم بيئة من خلال السنسور والاكشن هي ريتيرن تمان لكن انت عشوف قديش في عندي بريزيستنت قديش في عندي دائم او في عندي تخزين في عندي الاستيت اجنت كارنت استيت كونسيبت او داورد استيت البيئة المودل ديسكريبشن او هاو ذا نيكست استيت اها يعني بتعتمد على الحالية الموجودة عندها بالاضافة للرولز سيتوب كونديشنز بالاضافة للأكشنز هاد كل الشغلات بدها تتخزن في السيمبل ما كانش في عندي شغلة موجودة غير الرولز لحالها فقط وبالتالي انا عمالي من خلال المودل والستيت عمالي بدي اصير اتنبأ او اصير اذكر في عندي تأثير عفوا قديش داتا هادي بدها او البيئة بتعتمد على النيكست استيت بتعتمد على النيكست استيت عشان عشان يخزن فيها ثم تأخزن النيكست استيت النيكست النيكست طبعا لانه بعض النيكست بعض النيكست يحدد عناصر بالمثال النيكست ليس كثير بس بس بدي ارجع تبعت الكاميرا يعني انا فعليا انا مش محتاج كتير الان الكاميرا الامامية بترصد الحواجز القدامي السيارة اللي ماشي قدامي واحنا وانا محافظ على مسافة مثلا تمانية متر بين وبين السيارة التالية تمام اذا الان الصورة السابقة بالطابق الان لما بقارن تمانية متر ولقيت الصورة الحالية صارت ستة متر شو معناتها؟ معناتها اما انا زادت سرعتي او السيارة اللي امامي ابطأت من سرعتها وفي كل الحالتين انا بدي اخذ الاكشن انه بدي ابطئ الحركة اللي موجودة الان اذا انا فقط بدي اعتمد على المسافة المسافة الحالية واتجاهل المسافة السابقة معناتها انا بتكلمش على model based reflex updating the internal and updating this internal state information as time goes وهده بصير التحديث تبعا لايش مع الزمن اللي بصير عندهم first we need some information about how the world involves كيف ايش التغيير اللي صار وال second معناته we some information about how the agent on actions affect the world وكيف الاجent actions بدها تأثر بالموجود النوليج هادية جماعة الخير بغض النظر تمام؟ هي اللي بتبني المودل this knowledge about how the world works whether implemented in a simple boolean share it or a complete specific theories بغض النظر عن كيف implementation is called model the knowledge about how the world works لاحظوا انا في الفيرث انا حصلت معلومات تمام؟ كيف بتصرف العالم كيف تغير بعيدا عن الاجent وكيف الثانية كيف المعلومة كيف الاجent تأثر في البيئة اللي موجودة عنا تمام ننتقل اللي بعد هيك الاجent 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 uses goal information utility تبعتي تمام؟ الاجent 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 ايش اللي انا بدي اياه؟ الآن باعتمد على المعرفتي بالهدف عشان اخد الاجent في الاجent الاجent طبعا هان بالاصل انا الآن تعرفت على الهدفي انا بدي امشي بدي اقلل الوقت اللي موجود او بدي بدي اوصل السائل الراكب اللي معايا باقل سرعة واكثر امانا الى اخره معناته انا بدي امشي ضمن الرولز الموجودة عندها اذا كان والله هدفي توصيله باسرع وقت ممكن تمام؟ معناته انا بدي اصير الاكشنز تبعتي تتصرف بناءا على هيك كلام يعني انا والله لقيت في سيارة ماشية بطيئة بدي اجاوزها لكن التجاوز المفروض انا على اليسار لكن هو ماشي في اليسار وماخد بطيء او ماشي بطوء فبروح انا ايش بتجاوزه من اليمين صح في خطاء هان لكن العقلانية بيقول اذا انا بدي اوفر الوقت لازم اتجاوز عشان اكسب خطوة طريقة حتى لو كانت عملية التجاوز وبناءا عليها انا الان بتكلم في الانفيرومنت بعد ما بقرأ السنسور لاحظوا جماعة الخير الستيت هي نفسها تقريبا اللي كانت موجودة في المودل بيذ تمام؟ الا غير انه هان انا بتكلمش على الكونديشن رولز انا مش الكونديشن اللي بتحكمني القولز هي اللي بتحكمني وبالتالي الاف تبعتي اذا كان القول كذا هو الاكشن بدي اصير بناءا عليه اخر شغلة ال utility based agent الاجent use a utility function to evolve the desirable of state that could result from each possible action بد يتعرفلي على عفوان the agent uses utility function قلنا utility function هي الـ function اللي بدها تعمل مجرمنت لها الاهداف تبعتي او للـ تبعت الـ تبعت الاجent الـ to evaluate the الرغبة of the state that could result from each possible action يعني انا بدي اصير اعمل اعمل لكل استيب انا الا الاستيب بناءا على الـ action اللي انا بدي اصوي يعني الان انا يا جماعة الخير بدي اروح بدي 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 ألعب شطرانج الان لابد حركة الشطرانج تبعتي معتمد على مين؟ معتمد على الحركة التالية طيب الاصل انه انا بدي اصير افكر بالحركات اللي موجودة next لكن هانا في الـ utility بقول لي الحركة اللي انا بدي اسويها قبل ما اسويها بدي حاول اعمل evaluation للـ result طبعتها قبل ما انتقل للـ next اخذ الـ actions لانه انا عماله بقول لي that could result from each possible action مع كل action انا بدي اسويه بدي اروح احاول اعمل evaluation للـ state يعني لو انا كنت بدي احرك الحصان هذا على اليمين الى اليمين تمام؟ او لليسار او للاسفل الى اخرية بالاربع اتجاه هاك اللي موجودة عندي طبعا اللي بيعرف هو يلعب الشطرانج فيكو بيعرف انه الحصان بتحرك على شكل الـ بالشكل هذا هاي الـ ال اللي ببقى نشتغلها بقول لي اشارة نازية انا ما اقلي دخل يعني بتحرك على شكل الـ طبعا ممكن يجي هان هيك يعني الكمان مرة اذا انا بدي اتكلم انه الحصان بيشتغل في التحرك في مستضيل ثلاثة في اتنين اللي كان هو هان فممكن يجي عن نقطة هاي ممكن على النقطة هاي ممكن على النقطة هاي ممكن على النقطة هاي على النقطة هاي الان بغض النظر ايش الاتجاه اللي سلكه طبعا ممكن الان انا اتحرك ثلاثة هيك واثنين هان او ثلاثة هيك واثنين هاي فبالتالة هاي منطقة مفتوحة نوع اما مش قضيت ان انا نشرح شطرانجي الان بس الفكرة مع كل اكشن تمام بدي اروح اعمل افاليواشن الريزلت اللي بتعتمد على الاكشن واخذ القرار تمام طبعا هنا جماعة في اعنا مصطلح فلسفي انه هو الهبينيس قديش انا بكون مبسوط بالنتيجة الافاليواشن تبعتي هاي تمام الان اللي تغير عندي هان what it will be like if action if I do action ايه مثلا انا نفد certain action ايش بدو يصير تمام what my action to do ايش اللي ممكن انا اسوي هذه الخيارات المتاحة امام الان اذا انا فدت A معناته how happy لحظوا كيف السؤال how happy I'll be قديش انا هان بدي اكون مبسوط وكلمة مبسوط هان هي مش scientific بالنسبة لها لكن في الاخر هي عبارة عن مؤشر نجاح او خلنا نقول عدم نجاح الخطوة الموجودة عندها utility based agent it uses a model of the world along with the utility function that measure the preferences among the state of the world then it chooses the action that lead to the best expected utility expected utility زي ما قلنا هي افضل نتيجة او النتيجة بتحقق اكثر سعادة بلغة utility model where expected utility is computed by averaging over all possible outcomes awaited by the probability outcome الان طبعا هما بتكلموا على the goals alone are not enough to generate a high quality behavior in the environment الهدفك فقط لا يعني انه انت بتحق بتجيب افضل افضل تصرف لانه ممكن تكون انت اناني في التصرفك هذا وبالتالي هذا غير مناسب او التقييم بكون سلبي for example many action sequence you will get a taxi to the destination يعني انا والله انا بدي انتقل بسرعة لكن زي ما قلنا انه والله الاصل اللي انا بدي اعمل evaluation قديش انا بكون سريع قديش انا بكون امن قديش بكون موثوق قديش بكون رخيص تمام هذه هي العوامل الاساسية اللي عشان انا اعمل evaluation وهذه هي فعليا اللي بتحقق السعادة للانسان او للزبون اللي موجود عندها وبالتالي مفهوم انه انا والله السيفر عفو انا كوكر وسيفر هدول مهمات جدا لو كان سريع هو وما كانش امن او كنت اشعر بالخوف وانا راكب معا كنته سرعته المفرطة او لو اكون واثق فيه تمام او راح كلفني تكلفة عالية معناته انا تحقق الهدف لكنه انا غير راضي تمام وبالتالي هنا في الـ بيزد ايجنت عماله بتكلمه على الهبي وانهبي طوالي كانوا بتكلم على بايناري goal بايناري goal just provide a crude binary distinction between هبي and انهبي لكن بما انه الهبي مش 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 ساينتيفيك بالنسبة لإلنا ولا اكونوميك ولا حتى كومبيوتر ساينتيست استخدموا مصطلح اليوتيلتي بدالها معناته اليوتيلتي فانكشن هان مهمتها الاساسية هي عبارة عن القياس او تحاول دائما تتعرف على او تقيس البرفورمانس مجر اذا الانترنل يوتيلتي فانكشن البرفورمانس مجر انصبحت فانكشن البرفورمانس مجر يعني انت فقط مش انت والله بدك تشتغل على الامكشن الداخلية اللي موجودة عندك هان لكن بدك تضيف او بتعمل في حسبانك البرفورمانس مجر كذلك عشان هيك بنتكلم رشناليتي او الرشنال يوتيلتي بيزد ايجانت تشوز اكشن دات ماكسيمايز اكسبيكتيد ايوتيلتي اوف ذا اكشنز اوتكم عشان هيك دائما احنا بنتكلم دائما على المكسمايزيجين او اكسبيكتيد ايوتيلتي قديش انت البينيفيت او الهابينيس تبعتك او القول تبعتك بدي تتحقق هانو بنتكلم على بكون الاداء تبعت الاجانت اخر نقطة موجودة عنا في الشابتر هان الاجانت ملوين بدي يتعلم الاجانت عشان اتكلم على تعليم وطبعا هنتكلم لاحقا على المشيل ليرنينج والهي جزء من الاي اي الاج لازم يكون في عندي نظام للنقد البناء للريزلت اللي موجوده معينته انا في عندي لازم تتوفر الان باخد السنسورز بتدخل المعلومات للايجانت الايجانت كذلك بفي عنده ستاندرد برفورمانس تدخل عندها في عندي الكريتيك كريتيك فانكشن تمام بترجع لفيدباك لو تغير لو تبعا للبرفورمانس وهذه المنظومة كلها ياتها معناته اعماله من خلال الفيدباك انا بدي اروح اغير التشينج تبعتي البرفورمانس تبعتي اي تغييب غير على البرفورمانس ومعناته تتغير بناءا على وبروح بدي اروح على قبل ما انا ااخد القرار في التنفيذ لازم اكون بنيت المعلومات الكافلة الان لو اجينا قلنا مثلا بدنا نعلم حساب وقلنا للطالب والله ادرس من الكتاب عملية الجمع عملية ابدالية عملية الجمع عملية ابدالية او عملية تجميعية بدون ما نطبق العمليات هذه ونعرض له مجموعة امثلة ونحاول نصحح له اياها من خلال الفيدباك معناته الطالب هذا مش هيقدر يتعلم وبالتالي في موضوع الليرنينج لازم يكون فيه عندي الكريتيك والكريتيك هادي معناته بحدد الليرنينج بيستخرج منها الليرنينج جول من الليرنينج بيقدر يغير في البرفورمانس وبغير في النوليج اللي موجودة عندها حتى لو تصرف تصرف ما كانش محسوب سابقا ولقى نتيجة منيحة ممكن ينضيفه على الليرنينج الموجودات عندها هذا كله بصب في شغلة بيسميه البروبلم الجنريتور تمام ومن ثم كل العناصر هادي هتأثر على الاكتويتر اللي موجود عندنا الليرنينج زي ما قلنا الليرنينج ايجت سابقا كل في الليرنينج او في الموديل السابقات كلنا هنا في ال موديل السابقات كلنا بيتكلم انه فعليا انا بأحدد وبأتكلم انه كيف المثود المختلفة تختار المثود تختار لكن ما شفناش كيف انه ممكن كيف ممكن يبدأ البداية هاي جماعة الخير لازم يكون فيه اما هاي بيكون انا بزودوا فيها اول بديو يبنيها لوحده طب هل في مجال يبني اه بديو يتعلم بتفصل اللي هما شفناهم في الصورة الساجغة يعني انا فعليا الليرنينج هادا هو المسؤول عن اجراء التحديثات والبرفورمانس تمام هو المسؤول عن الاتخاذ الاكشن الخارجيين لكن بدون ما يكون فيه عندي انا الكريتيك كومبوننت العشان يحسن من اداءه ومن ثم يحدد كيف البرفورمانس بديو يشتغل تمام ومن ثم هادا كل ياته اللاست كومبوننت بوصلنا للأكشن المطلوبة اخر كومبوننت لدينا البروبلم جنريتور في المسؤول ومسؤوليتها اشتغل على جزئية الميشين ليرنينج والميثودز تبعتها بشغير كهذا هيكذا ان شاء الله تعالى احنا حنننهي تسجيلنا للملقاء هذا لانه بتايلة صار له ساعة وصار خمسين دقيقة بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة